السلام عليكم تابعين دراما سبورت الجولة 19 من عمر الدور السوري تشرين لوحده بالصدارة الاتحاد والجيش صاروا قريبين من تحقيق المعجزة ولا جديد يسكر بنتائج الساحل الفتوة والجزيرة المباراة الاولى كانت بين نادي النواعير وجبلة انتهت بنتيجة التعادل الايجابي واحد واحد تعادل بطعم الفوز لنادي النواعير وبطعم العلقم لنادي جبلة طبعا سجل نادي جبلة بهاء قاروت وبو سجل نادي النواعير زاهر خليل النواعير رغم سوء النتائج بالفترة الاخيرة لكن صعب جدا نتوقع هبوط النواعير كنوعية لاعبين لعيبة نادي النواعير افضل بمراحل من لعيبة نادي الساحل ولعيبة نادي جبلة والفتوة يعني ما احترامي لهالاندية لكن لعيبة النواعير تعاقدوا مع لعيبة ممتازين وعندهم لعيبة شباب كمان ممتازين وبظن تراجع نادي النواعير بالفترة الأخيرة نتيجة عدم الاستقرار الفني والإداري وهذا الشيء واضح للجميع بينما إذا بدنا نحكي عن نادي جبلة فمع التعاقد مع الكابتن عمار الشمالي كمدرب لنادي جبلة ومع عودة أبناء النادي المخلصين فحسيت أنه جبلة ممكن ما يخسر المباراة يعني ممكن يفوز وممكن يتعادل لكن الخسارة صعبة جدا وهون بيخطر ببالي سؤال يعني شو سبب انتظار رئيس نادي جبلة لحتى جاب عمار الشمالي أو لحتى استدعى أبرز الإداريين أو أبرز الناس اللي بتفهم بمجال كرة القدم أو اللي بتحب نادي جبلة لحتى رجعوا للنادي يعني هذا الأمر بصراحة تساؤل شو سبب هذا الإهمال يعني أنت كمان كان لازم تستغل فرصة عدم استقرار الساحل الجزيرة الفتوة يعني أغلب الأندية السورية المنافس على الهبوط بهذا الموسم ما عم بتقدم أي شيء وبصريح العبارة ما بحس أنه نادي جبلة استغل هاي الفرصة وما حقق أي شيء ممكن التعادل كان سيء جدا كونه كان متقدم بهدف للدقائق الأخيرة لكن مع ذلك نتيجة التعادل بتطمن أكتر من الخسارة الجيش والجزيرة فوز متوقع لنادي الجيش بنتيجة 2-0 سجل لنادي الجيش اللاعب ورد السلامة وكمان فارس إرناقوت بالدقيقة 22 فوز ثاني على التوالي لنادي الجيش صار على بعد 6 نقاط فقط لا غير من نادي تشرين المتصدر وكمان نادي الجيش في عنده بالجوالات القادمة مباريات أسهل بشوي من مباريات حطين مباريات الاتحاد مباريات تشرين والوسبة فالجيش عنده فقط مبارتين ممكن تكون صعبة جدا يعني الوسبة وحطين أما البقية فممكن الجيش يحقق الفوز فيها وإذا حقق الفوز فيها وفاز على الوسبة وحطين فالأمور هتكون بنسبة كبيرة لصالح نادي الجيش وممكن يحقق الدور الخامس على التوالي لذلك الحزر كل الحزر من نادي الجيش كونه بيعرف يطلع من قوقعة النتائج السلبية وبيعرف يرجع للفوز بالدور السوري وهذا الشي اللي بينقص نادي تشرين بالمواسم الأخيرة أما إذا بدنا نحكي عن نادي الجزيرة ففريق الجزيرة فريق جيد لعيب جيدين لكن حكينا مع عودة الدوري رح يحقق الجزيرة نتائج جيدة لكن مع تكرار المباريات ومع استمرار المباريات حيتعرض لعيبة نادي الجزيرة للاستنزاف البدني وهذا الشي شفناه بمباراة الجيش بطبيعة الحال وأكيد في فوارق إمكانيات بين نادي الجيش ونادي الجزيرة الفتوة والطليعة فوز صعب جدا للطليعة بنتيجة 3-2 سجل لنادي الطليعة محمد زينو حسام السمان وخالد دينار بينما سجل لنادي الفتوة محمد قنيص واسين بوارشي المباراة بشكل عام منتعة يعني الطليعة بدأ بتسجيل الهدف تعادل الفتوة رجع الطليعة لتسجيل الهدف الثاني كمان تعادل الفتوة 2-2 وللدقائق الأخيرة حتى سجل خالد دينار هدف الفوز لنادي الطليعة الطليعة بشكل أو بآخر هو ضامن البقاء بالدوري السوري الممتاز الفوز الثاني على التوالي لنادي الطليعة بيأكد فيه بأنه ممكن الموسم القادم يحققوا نتائج أفضل من هذا الموسم الكارثي بشكل أو بآخر يعني مبظم أنه جمهور الطليعة راضين عن الترتيب الحالي للنادي وإذا بنا نحكي عن نادي الفتوة بصراحة لو حقق الفتوة التعادل مع الطليعة كنا حنحكي أنه الفتوة تقريبا ضمن البقاء بالدوري السوري الممتاز لكن مع هاي الخسارة الوضع صعب جدا الفتوة عنده مباراة جبلة وعنده مباراة النواعير إذا حقق فيها نتائج جيدة فأنا بظن أنه ممكن الفتوة يبقى بالدوري السوري الممتاز النتائج السيئة بهالمبارتين يعني الفتوة رح يهبط لأن بقية المبارايات صعبة فيه فقط جبلة والنواعير ممكن بنفس المستوى الكرامة والشرطة فوز صعب لنادي الشرطة بنتيجة 1-0 سجل للشرطة محمد غلاب بظن جمهور الكرامة صار بيعرف لما بتوقع فوز نادي الكرامة الكرامة بيخسر فلذلك دائما بتوقع الخسارة لا يربحه وبظن يا شباب الحديث عن التوقعات هذا الأمر لا بيفيد ولا بينفع خلونا نحكي بالجد خلونا نحكي بشي بيفيد نادي الكرامة الترتيب الحالي ترتيب سيء لكن هذا هو الترتيب اللي بيستحقوا نادي الكرامة يعني الكرامة ما بيستحق يوصل للمركز الثاني أو الثالث بنفس هاي التشكيلة عديمة الخبرة بظن نادي الكرامة بيحتاج ل3-4 لاعبين بخط الوسط وخط المقدمة الاعتماد فقط كمان على أحمد العمير لتشجيل الأهداف هذا الأمر محير جدا الاعتماد على زيد غرير بخط الوسط كلاعب خط وسط من دون أي بديل مناسب كمان صعب جدا يعني وضع الكرامة هجوميا وبخط الوسط سيء جدا ولذلك لازم يتعقدوا مع شي 3-4 لعيبة أو الاعتماد على أبناء النادي وبظن الاعتماد على أبناء النادي شفنا بهذا الموسم ما حقق النتيجة المطلوبة لكن لازم يستقروا على الكادر الفني والإداري لأن الكادر الفني ما بظن الزنب الأكبر للكادر الفني يعني للكابتن عبدالقادر الرفاعي بظن هو عم بيلعب بالموجود عم بيستخدم اللعيب الموجودين والمتاحين وبصريح العبارة يا شباب إذا بدي أحكي عن نادي الشرطة بهذه المباراة أو بالدور السوري بشكل عام فلا تعليق يعني اللي عنده أي كلام بيحكي عن نادي الشرطة فخليه يكتب بالتعليقات لأن بصراحة يعني أنا ما بعرف المباراة بتتوقع بيفوزي بيخسر بتتوقع بيخسر بيتعادل يعني فالفريق عشوائي جدا وصعب جدا تحلل أي شيء لنادي الشرطة الاتحاد وحطين فوز صعب لنادي الاتحاد بنتيجة اثنين واحد سجل للاتحاد أنا صبوطة وأحمد الأحمد عليش بينما سجل هدف حطين مارديك مارديكيان الاتحاد فوز ثالث على التوالي الفريق الوحيد بالدور السوري أو بعد عودة الدور السوري عم بيحقق الفوز الثالث على التوالي من دون أي خسارة أو تعادل فريق الاتحاد بصراحة بيلعب بتشكيلتين الاحتياط بنفس مستوى الأساسي وكمان يعني ما بعرفوا للكابتن محمد عقيل كمدرب بارز لكن إذا طالما حقق ثلاث انتصارات لنادي الاتحاد وعم بيقدم أداء جيد فأكيد نحن بنرفع له القبعة لكن لازم ما ننسى أنه نادي الاتحاد ما لعب مباريات قوية المباراة الوحيدة القوية هي قدام حطين باقي المباريات كانت سهلة نسبيا قدام الشرطة وقدام جبلي أما إذا بنا نحكي عن نادي حطين فبعد سلسلة من النتائج الإيجابية عم بنشوف اليوم خارج الفورما الفريق ما عم بيقدم أي شيء بالمباراة وانتصار نادي حطين اليوم كان حيأكد لنا أو لنعرف قوة الفريق لأن الفريق كان عم بيفوز بالمباريات السابقة لكن كانت قدام فرق أقل مستوى من نادي حطين فاليوم كان قدام الاتحاد اختبار حقيقي بتفوز أو بتخسر يعني الحطين كان عم بيلعب مع جبلة مع النواعير يعني مع أندي أقل مستوى من حطين كتشكيلة فاليوم أنت عم تلعب مع الاتحاد يعني اليوم كنا لازم نعرف قوة الفريق إذا الفريق قادر للمنافسة أو مجرد سلسلة من الانتصارات وبعدها العودة للنتائج السلبية الوحدة والوسبة الفوز لنادي الوحدة بنتيجة واحد صفر سجل لنادي الوحدة لعب محمد شريف الوحدة كمان من أكتر الأندية بهذا الموسم بالذات صعب تتوقع نتيجته يعني يوم فوق يوم تحت ما في استقرار بالنتائج لكن دائما بيظل نادي الوحدة نادي قوي جدا وعنده تشكيلة قوية وبشكل مختصر بظن عدم الاستقرار بالنتائج نتيجة قلة خبرة لاعبي نادي الوحدة يعني ممكن الموسم القادم نادي الوحدة ينافس على الدوري لأن اللعيبة ممكن يكتسبوا الخبرة اللازمة للفوز بالدوري أو للمنافسة على الدوري أما هذا الموسم في مواهب في لعيبة ممكن يقدم اليوم مباراة جيدة والمباراة اللي بعدها ممكن يقدم مباراة سيئة ممكن يفوز على المتصدر والمباراة اللي بعدها ممكن يخسر قدام فريق منافس على الهبوط أما إذا بدنا نحكي عن نادي الوسبة فاليوم فقط 3 نقاط مهمة جدا بظن الكابتن هيسم شطلة اعتمد على نفس التشكيل اللي لعب فيها المباراة السابقة قدام نادي تشرين هذا الشيء ادى الى ارهاق اللعيبة بدنيا يعني اللعيبة ما كانوا عم بيقدروا يركضوا بتحس انه اللعب حابب يعطي شيء او حابب يعمل شيء لكن ما فيه برأيي ما لازم تستسلم كنادي الوسبة انت حاليا بالمركز الثاني استاتك يعني بنتائج جيدة خسارة مباراة هذا امر عادي جدا اهم شيء ترجع للفوز ترجع لسكة الانتصارات وما تفوت بقوقعة الخسارات شرين والساحل فوز متوقع لنادي تشرين بنتيجة واحد صفر سجلت شرين باس المصطفى الحلو بنادي تشرين بهذا الموسم على عكس المواسم السابقة انه لما بيتعرض لخسارة فبيرجع للفوز ولسكة الانتصارات من اول وجديد يعني ما فورا خلص فات بمعمعته بقوقعة الخسارات وانتهى امر النادي لا بتخسر مباراة عادي بنرجع للفوز المباراة الجاية وكأنه شيئا لم يكن ومثل ما حكينا ببداية الفيديو واكبر المستفيدين بهذه الجولة هو نادي تشرين خصوصا بعد خسارة نادي الوسبة ونادي حطين فالامور صارت اسهل لنادي تشرين والمبارتين الجايات لنادي تشرين يعني فينا نقول انه سهلة قدام الطليعة وقدام الشرطة مبارتين يعني ما هالمبارايات الصعبة ممكن نادي تشرين يحقق الفوز واذا حقق الفوز بهالمبارتين بظن رح يكون اقرب من اي وقت مضى للفوز بالدوري اما اذا بدنا نحكي عن نادي الساحل فبصراحة كنت رح احكي كلام مغاير عن الشي اللي بدي احكيه لو حقق نادي جبل الفوز لكن بما انت عادل نادي جبله فنرجع نحكي انه الساحل من اكبر المستفيدين من ضعف المنافس ضعف جبله الجزيرة وحتى الفتوة يعني ما احد عم بيلعب فالساحل بهذا النموذج ممكن يبقى الموسم الحالي بمعجزة لكن المعجزات ما حتستمروا للموسم القادم لازم يكون فيه تغيير شامل لنادي الساحل ولازم يبدأوا من الصفر وهلا يا شباب خلونا مع جدول ترتيب الاندية بعد نهاية الجولة 19 ومنرجع لنتوقع نتائج مباريات الجولة 20 موسيقى 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 اشتركوا في القناة